أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنديل الكتاب من الله العديد الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا موردون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادكين ومن أدل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم نغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم عداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سهر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيذون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفركم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستقبرتم إن الله لا يهدي الكوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قوله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ذلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جذاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله سلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوضعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالها أن ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تمت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتكبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاود أن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت الكرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم إن كدخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يذلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمطاتم بها فاليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر عخاء عاد إذ أنذر كومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آليتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم كوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجذي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهدئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وسرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نسرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل دلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروه قالوا أنستوا فلما قذي ولوا إلى قومهم مندرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أندل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يوفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤجد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يورد الذين كفروا على النار أليت هذا بالحق؟ قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر عن الأذم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهنك إلا القوم الفاسفون